السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيكم يا جماعة عمليم ايه يا ربكم بخير وبصحة وانا وسعادة كده فيديو النهاردة يا جماعة من اهم الفيديوهات اللي انا نزلتها على القناة لان في هذا الفيديو ان شاء الله انا اقول لكم على حاجات معينة لو عملتوها بإذن الله سيعجل الله في استجابة الدعاء بتاعكم ساعات يا جماعة بندعي وبنقول يا رب حقالنا ومنيتنا يا ربنا نفسه اوصل لشيء معين يا رب عجل في هذا الامر يا رب زقني يا ربنا اريده مالا اريده زوجا اريده اي شيء فبدعي ربنا طبعا اللجوء لله وحده فبدعي ربنا يا رب كريمني بحاجة معينة كده وبتفاجئ اني ساعات الاستجابة بتتأخر ساعات ما بيكونش في استجابة وبقول لي يا رب هو هو لي انا ما مستجبش الدعاء لان يا جماعة بكل هدوء كده هناك اداب معينة المفروض تعملها وانت بتدعي اي دعاء مهما كان بتدعي للزواج بتدعي للريس refrigerator بتدعي لأي حاجة في حاجات معينة المفروض انت تراعيها وانت بتدعي عشان يعجل الله في استجابتك وقال وعلى فكه جماعة عايز اقولكم ان اللي هيعمل لها خمس حاجات دي وهو بيدعي اتحدى لو دعب شيء بازن الله وربنا ما استجبش لان الخمس حاجات دول يا جماعة انا مستند ليهم انا مستند الخمس حاجات لو لها لكم في استجابة او اللي حاجات اللي بتساعدك في استجابة الدعاء أنا مستند لخمس حاجات دول على القرآن الكريم يعني فيه آيات من القرآن الكريم أنا مستند إليها أما هجأ أقول لك الخمس حاجات اللي بتساعدك وبتعينك أن يستجيب الله دعائك عشان ما تقولش في الفيديو يا جماعة هنبدأ كده على طول نذكر الخمس حاجات اللي بتساعدك عشان يستجيبه الله دعائك ولكن قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى كده لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة ولو أنت معنا في القناة تضغط أعزو اللايك وتدعونا كده بالتوفيق ونبدأ على طول يا جماعة في ذكر الخمس حاجات أول أمر يا جماعة يساعدك على استجابة الدعاء هو الإخلاص في الدعاء يعني إيه الإخلاص في الدعاء عبد الله أولا يا جماعة الله تعالى قال ودعوه مخلصين له الدين فالله تعالى قال عندما ندعو الله يجب أن نكون مخلصين ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص في الدعاء ده يا جماعة اللي هو إننا أعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الذي بيده أن يحقق أهدافي ويحقق طموحي يعني أنا أكون عندي اعتقاد جازم وأنا بدعي يعني عندي اعتقاد من جواي يا رب أنت الوحيد يا رب اللي تقدر تحقالي كل اللي أنا عايزه أنت الوحيد يا رب اللي معاك الخير أنت اللي عارف القدر يا رب فلو كان الأمر ده فعلا خير ليه اكرني بيه ولو كان الأمر ده شر ابعده عني لأن جماعتنا ممكن تكون بتدعو بحاجة والحاجة اللي أنتوا عايزينها دي تكون شر ليكم ممكن واحدة تكون نفسها أو تتجوز من شخص معين وتعد تجعله نهار يا ربك استجيب يا رب استجيب يا رب استجيب رغم أن الله تعالى عارف وهو يعرف القدر عارف أن هي لو جوزته ممكن يحصل بينهم مشاكل تصل لحد هي ما تتوقعوش رحمة ربنا بيها أنه هو بيكتب لها الخير فعشان كده يا جماعة الإخلاص في الدعاء يعني إيه الإخلاص زي ما ربنا قال وادعوه مخلصين له الدين أن ندعو الله ونحن على يقين جازم أن الله تعالى سيستجيب وسيقدر لنا الخير ثاني حاجة برضو يا جماعة ودي يعني بصوا يا جماعة اوعى تدعي أي دعاء قبل ما تعمل الحاجة دي هي التوبة إلى الله والاستغفار قبل ما تدعي يعني لازم قبل ما تدعي أي دعاء أن تتوب إلى الله يعني تستغفر ربنا كتير اللهم إني أستغفرك من كل الزنوب التي فعلتها اللهم إني أعفهم كريم والدحب والعفاف عني طب ليه عبد الله أبني ما دعي أي دعاء مهما كان أستغفر لأن الله تعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا شايفين يا جماعة يعني ربنا قال إني إلا هيستغفروا هيرسل السماء عليكم مدرارا عارفين يعني مدرارا يعني هيرسل السماء عليك من رزق كثير لا يعد ولا يحصل دلو أنت استغفرت الله فشوفوا يا جماعة فايدة الاستغفار قد إيه فبالتالي لازم قبل ما تبدأ أي عمل أو قبل ما تبدأ أي دعاء يجب أن تستغفر الله كثيرا قبل ما تبدأ في دعاءك ثالث حاجة برضو يا جماعة بتساعد على استجابة الدعاء هي دعاء الله تعالى بالشيء اللي انت عايزه ثلاثة مرات ساعات في بعض الفوائد اللي أنا بقولها بقول يا جماعة ادعوا ربنا ثلاث مرات ساعات بنتسمي الناس بتبعتلي بتقول لي يا عبدالله هو ليه ثلاث مرات يا جماعة الأعداد اللي أنا بجيبها دي مش بجيبها عطباطا ولا ارتجانا في بعض الكتب وفي علماء وفي ناس جربت الأرقام اللي بقولها ستة وستين تسعة وتسعين الكلام ده الأرقام يا جماعة ده أسراء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا اذكروا الله بالعدد كذا واستغفروا الله تلاتة وتلاتين وهكذا هذا الأمر ده حكم يا جماعة فكذلك في بعض الناس أنا بجيبها من الصابقين فبعض الناس جربوا بعض الأرقام ونفعت معاهم فالأرقام ذات نفسيها ده أسراء طب يا عبدالله ليه أدعي أم جدعي أي دعاء أدعي ثلاث مرات يعني ليه ليه ما أقولهوش مرة واحدة ليه ما أقولهوش مرتين لأنه جاء في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث عن ابن مسعود ورواهه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثة ويستغفر ثلاثة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان المفضل لي وهو بيدعي وهو بيستغفر أن يدعو الله ثلاثة وأن يستغفر ثلاثة فنأخذ من هذا الحديث اللي هو حديث صحيح نأخذ من هذا الحديث يا جماعة أن أنت قبل ما تدعي الدعاء اللي أنت عايزه تستغفر ربنا ثلاث مرات وتدعو الله سلاسة مراتين ده من إين يا عبد الله؟ الدليل هو يا جماعة حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه رابع حاجة برضو يا جماعة بتعين على استجابة الدعاء هي الدعوة الله تعالى بأسمائه الحسنة يعني إيه؟ الله تعالى قال يا جماعة ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها فبالتالي اللهم تعالى ما بنزلنا أسماء الحسنة كريم رزاق غفور رحيم كل هذين أسماء لها أسرار فبالتالي لو أنت بتدعي ربنا دعاء خاص بالرزق يحبت أن أنت تقول له يا رزاق ما تقولش يا الله لا ولا يا رب لا تقول يا رزاق لو أنت بتدعو الله أن يجلب لك الغنى الأفضل أن تقول يا غني غني اسم من أسماء الله الحسنة لو أنت بتدعو الله بالعلم مثلا هو يديك دكتوراه أو يخليك معيد في الكلية أو يخليك دكتور قول يا عليم فبالتالي تشوف الاسم اللي مناسب للحالة اللي انت بتدعو بيها وتدعو الله تعالى بهذا الاسم لان الله تعالى قال كزي ما قلت لكم يا جماعة ولله الاسماء الحسنة فدعوه بها امس حاجة جماعة ايضا بتساعد قوي على استجابة دعائك وان الله يستجيب دعائك هي ان انت وانت بتدعي الله حاول تسني على الله عز وجل حاول تقول يا رب انت كريم يا رب انت عليم يا رب انت اللي خالق الكون قول من قلبك مش شرط يكون في صيغة وتقرأ منها لا قول من قلبك اسني على الله يا رزاق يا كريم انك على كل شيء قدير اللهم لا حاول ولا قوة لي الا بك اسني على الله عز وجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث جاء فيه ابو داود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا يعني شايفين يا جماعة الله تعالى حيي كريم ما بيحبش العبد اما يرفع ايده اليه ويدعو يقول يا رب ان عايز تحقق لي الحاجة دي ان هو يرد العبد دا وبكده تكون خلصنا يا جماعة اهم خمس حاجات بتساعدك على استجابة دعائك اتمنى ان الفيديو عجبكم كده يا جماعة تشايروا الفيديو دا الاوسع نطاق حتى تعم الفائدة واسأل الله ان يجعل كل من يرى هذا الفيديو ان يحقق لكل احلامه بإذن الله وربنا يا رب يوفقكم ويوسلكم لكل احلامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته